اشتركوا في القناة أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام في بانوراما اقتصادية ويرافقني في البرنامج كالعادة الدكتور نوفا الاناصري باحث في السياسات العمومية ومتخصص في الشؤون الاقتصادية ونبدأ بالعناوين المغرب يحتل المرتبة الثانية والسبعين في مؤشر الابتكار العالمي اتفاقية مغربية نيجيرية تساهم في احداث آلاف مناصب الشغل بأبوجة توقيع اتفاقية شراكة لتشجيع منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتحصين جاذبيتها على الصعيد الدولي اهلا بكم احتل المغرب المركز الثاني والسبعين من بين مئة وثمانية وعشرين دولة شملها ترتيب مؤشر الابتكار العالمي الفين وستة عشر الذي حمل عنوان الفوز مع الابتكار العالمي وتقدمت المملكة المغربية بست مقاعد مقارنة مع سنة الفين وخمسة عشر بداية دكتور نوفا مرحبا بك مرحبا بكم دكتور واش ممكن لك تعرفنا على هاد المؤشر اكتر باش نقربه المستمعي الكيرا بسم الله الرحمن الرحيم اولا كي هدف هاد تقارير اللي نشر يوم الاثنين سبعة وعشرين مارس الى تقييم قدرات واداء البلدان من حيث الابتكار وكي صنف المؤشر العالمي الاقتصادات لهذا تقرب منذ الفين وسبعة على اساس القدرة دي لها على الابتكار استينادنا الى تقريبا نحو ثمانين مؤشر بما في ذلك المواد البشرية البحث العلمي تطور السوق تطور بيئة الاعمال الاداء الاكاديمي بالاضافة الى البنية التحتية وهذا المؤشر هذا اللي قلنا انه تتنشف الفين وسبعة احطاته جامعة كورني بالخصوص المعهد الاوروبي لادارة الاعمال والمنظمة العالمية للملكية الفكرية دكتور شكونية لسادي الدول الاولى في هذا المؤشر والدولة الاخيرة حسب الترتيب بالفعل باش نعطيه اني تنظرها الدول الاولية كانت جيه في صدرها سويسرا مراهز سويد ثم تريها المملكة المتحدة وفي المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الامريكية بينما والأسف في الدول الاخيرة اللي تصنفت في المرتبة 128 هي اليمن والمغريب يعني شنو الموقع دياله مقارنة بدول شمال افريقيا والشرق الاوسط هو المغريب كيحتل المرتبة 72 وتفوق الحمد لله على تونس اللي كانت منافسة رئيسي للمغريب واللي هي حسلت المرتبة 77 مصر جيه في المرتبة 107 المغريب فاتها بشكل كبير كذلك الجزائر المرتبة 113 وهنا كيبان ان المغريب كما جاء تقير هو الاول في شمال افريقيا تقريبا ولكن في المرتبة افريقيا والشرق الاوسط وشرق اسيا بالخصوص حصل المرتبة 12 بينما مجموعة من الدول العربية اللي تموقعات حصل المغربي كتير مثلا قطر كانت المرتبة 50 والبحراني في المرتبة 57 والكويت في المرتبة 67 ولوبنا في المرتبة 70 عاجة المغريب في المرتبة 72 ولكن كيف ما كلك أن المغريب تقدم بشكل ايجابي يمكن واحد تطور نعم تطور بشكل مستمر كان في مراتب متأخرة ده بالحمد لله يعني يفوق كل من عمان وكل من تونس وكل من أردن وفي مرتبة 72 نعم وننتقل للخبر الثاني حيث أفاد مايكانتي بارو المدير العام للشركة العمومية المكلفة بالبترول بالنجيرية بأن اتفاقا بين الحكومة المغربية ونظيرتها النجيرية مكن من خلق 50 ألف منصب شغل بأفوجة وذلك في إطار توطيد المغرب لعلاقاته مع عدد من الدول الأفريقية وانفتاحه على أسواق جديدة بالقرى السمراء فور عودته إلى مؤسسة الاتحادي الأفريقي قبل ما تحتوى لمناصب الشغل شنوية العلاقة الثنائية بين رباط وأفوجة بداية كما ما معروفك بين المغرب وبين نجيريا هناك مجموعة مشاركة المتعددة ولعل أهمها المشروع اللي الآن يلغز اللي غير يربط بين البلدين واللي غير يكون انطلاقاً من نيجيريا واللي غير يدود على أحضار البلد الإفريقي وتقريباً على طول ربعة ألف كيلومتر هذا هو التقريب للعلاقة العملية الفعلية المتينة على أدواقع اللي كجمع بين نيجيريا والمغرب بالإضافة كذلك إلى العلاقة السياسية والديبلوماسية المتينة أن المغرب وقع في سنة 2016 واحدة اتفاقية سيتم بالموجيب ديالا استيراد أكثر من جوج مليون طن من الأسميدة مخصيصاً للطلبة النيجيرية واللي غير يكون هاد الأمر هذا على مدات ثلاث سنوات المقبلة هاد الاتفاقية رهية تقريباً اللي كانت سبب وأثمرت مناصب الشغل هذي اللي اتحدثت عنها لكن كيفاش يتخلقوا هاد المناسب ديال الشغل خمسين ألف منصب ومشي سهلة مشي سهلة بالفعل هو هاد كما وضح المسؤول النيجيري ما يكنت بارو أن الاتفاق بين البلدين اللي كنا تكلمنا عليه في 2016 ره يمكن بعدها من إنتاج 1.3 مليون طن من الأسميدة بالطلبة النيجيري وإضافة إلى استقبال تقريباً شوحنات ديال الفوسفات محطاش محطة المعالجة إذن هاد المحطة حضاش محطة المعالجة والسيركوي باش يدار فيه الاستقبال ديال الشحنات وهذا الإنتاج ديال وقت بسالة مليون طن هو اللي خص بالفعل مجموعة مليات العاملة اللي تقدر تشغلها فهذا حضاش تقريباً المحطة المعالجة وكل محطة المحطة فيها مجموعة من البروسيسوس ومجموعة من السيركوي باش يدخل التربة وباش تصوه وباش تأسس وباش تخلى مجموعة المواد الكيميائية وعادي باش يمكن لك أنك تخررها وتديرها وتستغلها وديال المبالجة ديالها وترجع تديرها في الأعضاء في الأحياء وهذا هو اللي يمكن من خلق تقريباً ما يقارب تقريباً تقريباً أزيد من أزيد من خمسة ألاف أو أربعة لفة وتسعمائة منصب شغل لكل محطة وولي طفل الخر هاد المنصب ديال ديال خمسين ألف ونأكد لك أن أن الحكومة المغربية والنيجيرية ما زالوا كيصرعوا الخوطة باش يرفعهم من وسط لحلقة بيناتهم من ناحية تجارية وهذا الأمر هذا غير يأثر إيجاباً لقصاد البلدين وكيف ما أكدوا المالك محمد مستدر في جنبير أول زيارة له أن المغرب يعني كسب ويدهبوا إلى كسب حليف في المنطقة الستراتيجي الهدف ديالهم مجروج ما شي فقط للحسابات السياسية لا هذين هم ربطوا إفريقيا في مبانيدهم يحاولوا يكونوا خلق دينامية قصادية جديدة بإفريقيا وبالتالي ربط إفريقيا بأوروبا على طريق هذا المشروع ديال الغاز نعم ما كيش واحد تاريخ محدد ليكون فيه وجد هذا الورش الكبير هو على مدات هاته السنوات يعني ابتداء من هاته 2017 لكنها كانت تحتو ألف منصب شغل والدوام سيكون على ثلاث سنوات نعم وننتقل للخبر الثالث حيث وقعت يوم السبت الماضي بالدار البيضاء اتفاقية مع وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الصانع إلى جانب جامعة رود إسلاند سكول أوف ديزاين الهدف منها تشجيع منتجات الصناعة التقليدية المغربية وتحسين جاذبيتها على الصعيدي الدولي بنا نعرف بطاقة تعريفية على هذه الاتفاقية والهدف منها بداية هذه الاتفاقية وقعها كل من محمد حسن بن صالح هو الرئيس المدير العام ديلنا مجموعه المرقم والوزيرة للصناعة التقليدية والقصاد الاجتماعي وتضامني أستاذ فاطمه مروان والمدير العام لدار الصانع عبد الله عدناني بالإضافة إلى دانيال كافيتشي اللي هو نائب عمدات العام نائب العام ديالجامعة للرود إسلان سكول أوف ديزاين هذا الاتفاقية تهدف إلى وضع برنامج إلى الترويج الاستراتيجي الصناعة التقليدية المغربية بالإضافة إلى تعزيز مرجعيتها في الدورات التكوينية لهذه الجامعة أضيف إلى ذلك إدراج البعد التصميمي في قطاع الصناعة التقليدية الفنية وخلق كنتيجة في الأخير خلق أرضية للتبادل البيداغوجي لفائدة الصناعة التقليدية ومبدعين المغربة وكذلك طلبات وأساسيات هذه الجامعة هذه الاتفاقية ستتغلق تقريبا في 2017 هذا السنة وغد تصل في 2018 و2016 يعني سنتين لها واللي ستتشتغل في إطار برنامج رائد في مجال التربية والتكوين وخصوص بالخصوص في صناعات الخزف لكن الدكتور شنو يستفدو لمغربة أو الصناعة التقليدية المغربية من هذه الاتفاقية أولا من شأن هذه الاتفاقية المساهمة في تحقيق الإشعاع ديال منتج صناعة تقليدية المغربية ومنه الرفع من قيمته وجودته وتنوعها وهذه الأمور ستؤدي للمحالة إلى تحسن مستوى صدرات هذا القطاع وخصوصا على المستوى السوق الأمريكية هناك معلومة راح طعفات صدرات الصناعة التقليدية المغربية موجهة للسوق الأمريكية خلال هذا الشهر هذا الجار قريبا بعشرين مرة النقطة التانية كذلك وبالنظر لأهمية ومكانتها الجامعة المتميزة على الصعيد العالمي خاصة في مجال تصميم نماذي الصناعية يعني كنتكلم على تسكي ديزاين غيستفدو الصناع التقليديين المغربة من تكوين ومواكبة لحرفتهم والتقنيات كذلك والتقنياتهم التقليدية كيفش غيستفدو منا أولا عن طريق يعني ملاءمة المنتجات دينا اللي موجودة والطريقة اللي تعلموهما مع الصيحات العالمية المعاصرة ذاك شي اللي جديد غيستفدو منه ذاك شي اللي جديد غيحاو يدخلوه حاجة نعم مودرن كما كان غير اي هذك شي اللي هو مودرن غيقبطوه اللي بازع لهذا الدسان انديستريال غيقبطوه غيدخلو الصناع التقليدية ولكن هنا واحد نقطة مهمة أن هالتفاقية تؤكد على الحفاظ على روح الهاوية المغربية وثالثا يمكن نقولو أن هالتفاقية غتعزز الممارسات في ميدان الصناع التقليدية المغربية لذا فنانين ومبدعين ومصممين دولين يعني التهمة يكونوا شركاء في هذا وغيت تعلمون من الزخرافة المغربية وغيت تعلمون مثلا من النقش المغربي وغيت تعلمون من النقش على الخشاب وغيقبطوه دك الصناع اللي مغربية والتهمة غيستبدو منها وغيقرأوها في الجامعة وغيستبدو منها حتى المصممين العالمين فلهذا نقدر نقول أن هالتفاقية في هذه الجامعات قدرت تدخل صناعة التقليدية المغربية الجميع لبيوت الأمريكية في المسقبل ولماذا في اللباس ولماذا في مجموعة من مؤسسات عالمية ولا البيت الأبيض ولا يعني غتخلي بالفعل أن يكون تأمين المزيد من الانفتاح على العالم الخارجي فيما يخص يعني الصناعات التقليدية وخاصة بالنسبة لوليات المتحدة الأمريكية وممكن يا أول مرة كتبادر الوزارة بوضع مثل هذه الاتفاقيات يعني ده وقع بالفعل كانت خطة دي الصناعات التقليدية اللي كانت دست ودرتها وخدمات وثلات بالمناسبة وده بكي وجدوا خطة جديدة كتواكب كذلك الانفتاح يعني الحاصيل الإيجابية اللي قامت بها هذا القطاع دي الصناعات التقليدية في سنوات الأخيرة واللي بالفعل بدخل وصل لمجموعة من البلدان اللي ما كانتش كينا الآن كأننا نمأسيس لمثل هذا الانفتاح للإيجابي دي الصناعات التقليدية عن طريق عقد هذه الشراكات واللي هو إيجابي كما قلنا أنه تأتي مع جامعة اللي تأخذوا الأمور بعلم ولا تصميم ولا الإبداع لا التقنية اللي كانت تخذية تأخذ بعلم وقد دير ترجع داك شي تدرس يعني ترجعوا في الكتوبها بلص ما كان داك شي حرفة كأننا في المغرب ولدك يعلمها أبكي عن ما لولده ولا الناس كي مش في قلبه علم علم داك شي غيولي علم قائم بي ذاته يعني هنا في المغرب وحتى في أمريكا بالفعل دا بها الشي تخافوا أنه في الأخري ولا هم اللي كي دير الصناعات التقليدية داك شي اللي بيتنسوي يعني وش يتدرس في المغرب أو لغر المغرب داك كي مجموعة مبادرات اللي كتدرص صناعات التقليدية بس أنه شنالحمد لله مجموعة براميس تلفزية اللي كتشجع للأمر هذا لا في تلفزة لا في الوثبت لا في مجموعة من الأمور اللي كتعلم ومشاء الأمر الحمد لله خلق واحد تجاوب كبير في المجتمع المغربي ولا يقبل أكبر عن الصناعات التقليدية لابا الآن الصناعات المغربية كتخرج من الحدود المغربية وتنتقل تنطلق إلى حدود كبرى إلى بواقع أخرى في المدن الغربية وممقش فقط تفصل ناعة ديالهم ولكن دخلت حتى الشق الأكاديمي البحث لعين المراثين بالإضافة إلى التقنيات ديال التقنيات ديال الأورديناتور والرسم بالتقنيات الجديدة وأظن أن هذا سيمكن للصناعات التقليدية على المستوى العالمي ومنه سترجع المجموعة في أمريكا ومنها سترجع المجموعة من الدول اللي هي كذلك مرتبطة بالنموذج الأمريكي وممكن تعريف الموروط ديالها التقافي أكيد سنتقل هذه عبارة عن بداية وغيرت نتقل من عند الأمريكيين المجموعة من الدول لتبع أمريكا تمشي المكسيكا تمشي الكوريا الجنوبية تمشي المجموعة من الأمور وبالمناسبة حتى الدول الأوروبية عندها ارتباط وثيق بالصناعة التقليدية المغربية وتجدها في مجموعة من مؤسسة الدولة ومجموعة من منازل المسؤولين كبار فهذا الأمر هذا إذا مشت الدول الأوروبية هي كذلك بإدماجه لأنها تتوعب في إطار جامعة فنقدر نقولك أن الصناعة التقليدية المغربية تحول إلى صناعة عالمية بإذن الله شكرا لك دكتور نوفل الناصري شكرا لك أختي وكانت معكم من وراء الميكروفون شيما أعلول وفي الإخراج يوسف موسيقى